اشتركوا في القناة رواسب يدوياً بعدين نغسل السيارة للمرة الثانية بصابون غسيل صحون هذه المرة وفي المرحلة السادسة نستخدم الشترطون ونغطي الفتحات بين أجزاء السيارة بعدها نحدد أماكن الحقات في السيارة بعدها نقوم بعمل التلميع اللي هي أكبر وأهم خطوة بعدين نرش كحول على كل السيارة وفي الخطوة الأخيرة نرى أفضل أنواع النانو سرميك ونضعها على السيارة مع بعض وفي الشريط تبع الفيديو ستلاقي تكسيمات لكل أجزاء الشغل على السيارة الخطوة الأولى زي ما اتفقنا سنفك اللوحات ونشيل إعلامات من السيارة العلامات مو شرط شي لها طبعاً بس لوحة شي لها ممكن تستخدم أي استشوار شعر تسخن المنطقة شوية وبعدها تجيب خيط أسنان وتسحب من تحتها بهذه الطريقة بعدين باقي الغرة لا تركز فيه ممكن نشيله في الخطوات الجاية مع التلميع فسيارتي من أول ما سويت لها تلميع من 2015 شلت منها العلامات وما رجعت رجعتها شخصياً عجبني شكل خلفية نظيف بدون كتابات بس طبعاً محافظة على كل العلامات في مكان آمن عشان لو فيهم بعد السيارة ولا شي في الخطوة الثانية حنغسل السيارة للمرة الأولى وطريقة الغسيلة الصحيحة بمكينة الغسيل والبرميلين أو اللي سموها سويت عنها فيديو حتلاقي في الرابط هنا أو هنا على حسب جهازك عربي وإنجليزي بعد من نشف السيارة الخطوة اللي بعدها هي إزالة الرواسب من على السيارة كيميائياً ويمكن هذي أهم خطوة في التجهيز للتلميع هنستخدم فيها منتج اسمه Iron X سعر 22 دولار هذي علبة سبري فيها مادة تمسك في الرواسب المتجمع على السيارة سواء من التلوث في الجو بسبب الغازات من عدم السيارات اللي بتمشي حولينك اللي عوادة والمصانع وغيرها وكمان بتمسك في البرادة اللي بتخرج من احتكاك الفرامل والهوب طريقة استخدام Iron X بكل بساطة إنه نبدأ نرشو على السيارة وهي جافة تماماً ومباشرةً المادة من البخاخ ستتفاعل مع الرواسب ويصير لون الرواسب عودي أو أحمر لاحظ كيف الرواسب هنا بدأت تنقض في الأرض باللون الأحمر ولاحظ كيف الرواسب عبت سطح السيارة هذا معناه إنه بوية حقت السيارة والكلير كوت حقتها كانت مليانة شوائب وعلى فكرة كل اللي نشوف هنا نتيجة الأوساخ والرواسب والبرادة المتجمع على البودي هنتركها كم دقيقة ونرجع نشطه في السيارة بالمناسبة لو ما عندك مكينة غسيل الخرطوم والمرش العادي حيكون كافي تغسل فيه طبعاً كمية الأوساخ اللي نزلت ما هي قليلة أبداً حقيقي المكان هنا صار كإنه عيدة الأضحى Iron X منتج رائع جداً في الخطوة الرابعة هنسوي إزالة الرواسب اليدوية وهنا رح نستخدم حاجة اسمها كليبار في شركات كتير بتصنعوا وأشهرها شركة مدرس هذه العلبة سعرها 20 دولار في أمازون بيجي فيها بخاخ تلميع عادي ومنشفة مايكروفايبر وهذه القطعتين الصغيرة اللي تشبه السلصال الكليبار فايدته إنه بيشير الذرات الصغيرة جداً من الحصة والأوساخ اللي ماسكة في البودي وبيجاحز بويت السيارة كخطوة أخيرة للتلميع فرح نفك واحدة منها نقطعها القطعتين نضغطها شوية عشان تصير على شكل اليد نرش شوية من البخاخ اللي جامعها على السيارة ولا أي ملمع موجود عندك طبعاً مشرط البخاخ تبعهم ونبدأ نحرك الكليبار في خطوط عمودية وأفقية وملاحظتين جداً مهمة هنا أنتبه تحرك يدك في خطوط دائرية لعشان تقلل الفرصة حق البوية ولو طاح منك الكليبار على الأرض أرمي ما ينفع عندرجاء نستخدمه لأنه لو مسك فيه شوية حصة أو شي رح نزود الحقات على السيارة كلها ولاحظ كمية الأوساخ اللي طلعت معايا هنا من نص الكبوت بس الآن أنا خلص من نص الكبوت اليمين لما أمشي يدي على الجزء اللي ما اشتغلنا فيه مع أنه السيارة نظيفة تحس كأنك بتمشي يدك على صنفرة يعني ملمس السيارة خشن ولكن الجهة اليمين من السيارة ناعمة جداً وما فيها أي صوت مقاومة هنا كم صورة الكلب بعد ما مشيته على باقي أجزاء السيارة وبالمناسبة القطعتين اللي بتيجي في العلبة حتكفي السيارة كلها طيب في الخطوة الخامسة حنغسل السيارة ونشفها المرة الثانية وزي ما قلت أنا عملت فيديو عن غسيل السيارة أتكلمت فيه عن كل الطرق الصحيحة المفروض نسويها عشان ما نجرح البوايا وقلت أنه المفروض ما نستخدم إلا صابون مخصص للسيارة فقط لكن هذه المرة وفي هذه الغسلة كاستثناء هذه المرة الوحيدة في السنة كاملة اللي بأتعمد أغسل فيها سيارتي بصابون قوي غير مخصص للسيارات باستخدم فيري أو بريل ولا أي منتج حق غسيل الصحون والهدف هنا إنه الصابون القوي حيطلع أي أوساخ وأي ملمعات على السيارة ويخليها عارية تماما من أي منظفات أو مواد كيميائية الخطوة السادسة نحتاج فيها الشطرتون عشان نغطي به الفجوات الضيقة من أجزاء السيارة عشان ما يدخل الملمع فيها وإحنا نشتغل طبعا فيه أنواع شطرتون مخصصة للاستخدام وقت الميع السيارة لكن لو روحت محلات البوايا أسأل عن شطرتون البوايا اللفة الوحدة غالبا قيمتها قل من ريال وميزته أنه الغرر اللي فيه ضعيف فلما نخلص شغل ونجي نفكه وما رح يمسك في السيارة ويتعبك عشان تشيله لكن ننتبه تتركه على السيارة وهي واقفة تحت الشمس لأنه حينشف ويلصق وتدخل في فيلم جديد لا تسألني كفرفت طيب كمثال لنفرض أنه إحنا قررنا نبدأ شغل على الرفرف الخلفي اليسار فالآن لابد نحط شطرتون على كل المنطقة حولينا الرفرف يعني إحنا نبدأ نحدد ما بين الشمعات عشان ما يدخل الملمع بين الشمعة والرفرف وبعدها نحدد بين الرفرف والصدام وبين الرفرف والباب وبين الرفرف وجد القزازة الخلفي ونحدد منطقة نوقف عندها في أعلى الرفرف والشنطة وغطى البنزين اكتفعت أني فتحتهم بس وكمثال آخر لما جيت أسوي الصدام الخلفي هنا يهمك تحط شطرتون لين آخر انتصال بين قطع السيارة عشان ما يكون فيه كميات كبيرة ولا مساحة كبيرة ما لمعتها وكمان لابد نغطي أي شيء ممكن يدخل فيه الملمع وما نقدر نطلع منها بسهولة زي الحساسات الخلفية ولا العواكس اللي في الصدام وحتى منطقة الصدام تحت عند مخرج الشكمان وقس على ذلك نفس الوضع طبعا بالنسبة للشنطة ولا سكف السيارة ولا أي جزء من جزاء السيارة الخطوة السابعة تعديد ماك من الحكات قد لحظت أن سيارتك في أوقات معينة تبان نظيفة وما فيها أي حكات وفي أوقات تبان مليانة حكات وخدوش الجواب عند الشمس في فترة الفجر والعصر الشمس بتكون بعيدة عن الأرض فالإضاءة تكون مناسبة وطعت لمعان خادع للسيارة خصوصا لو كانت السماء فيها شوية غيوم لكن في وقت الظهر لما تكون الشمس موجها مباشرة على السيارة هتوضح الحكات تماما فهنا جات شركة اسمها سكان غريب وسوت كشاف اسمه سن ماتش هذا الكشاف مخصص لكشف الحكات وعلى فكرة الشركة هذه سكان غريب تبيع كشافات بأشكال مختلفة عندهم أنواع تتعلق على الراس وانواع تتعلق على قواعد وانواع صغير بحجم القلم هذا الكشاف اللي عندي هنا يعتبر من أرخص الكشافات اللي عندهم أخدته 100 دولار يمكن من 4 أو 5 سنوات وفكرة بسيطة جدا الكشاف نور أشيعته بنفس درجة لون الشمس عشان كده اسمه سن ماتش ومن وراء فيه إزرار للتشغيل لما تضغط ضغطه واحده بيشغل النور بدرجة قوية والضغط الثاني تخفف الإضاءة والثالث تقفله هنا فيه علاقة بلاستيكية من فوق فالموجود الآن اسمه سان غريبسان ماتش 3 الأصدار الثالث سعره تقريبا 160 دولار وطبعا طبعا طبعا اللمبة تبعة الجوال ستؤدي الغرض بدل الكشاف حرفيا ما أنصح أحد يشتري الكشاف إلا اللي جدا مهتم بموضوع التلميع واللي قد جربوا لمع سيارة لكن لمبة الجوال اللي واحد مبتدئ ستؤدي الغرض تماما فاللي ستسويه أنه ستلمع بالمكينة تمسح بعد أن تشوف بالكشاف الحقات لسه مراحة ترجع تلمع بالمكينة تمسح تشوف بالكشاف وهكذا وكمثال سريع لاحظ كبهة السيارة هنا أنا مصوره قبل المغرب بساعة تقريبا لاحظ كيف لمعته ممتازة وأثار شوية الغيوب من اللي هنا ومطلعته بدون أي خدوش تماما لكن نشوف في الليل لما نشغل الكشاف ونوجهه على نفس مكان انعكاس السحب طيب جيدة لأكبر خطوة التلميع هنا حنحتاج لأربع أشياء مكينة تلميع اسفنجة التلميع ملمع ومناشف أول شي بالنسبة للمكينة التلميع يهمك أن تكون طريقة الدوران في المكينة ثنائية الحركة ليس الدائرية فقط المكاين اللي تدور دوران عادي فقط يسموها روتري باليشر وهذه فكرتها زي فكرة الصاروخ اللي بيقصوا في البلاط مجرد صحن بيركب عليه اسفنجة التلميع وبيدور دوران عادي هذا النوع خطر جدا وما يستخدمه إلا محترفين لأنه ممكن يجرح بوية السيارة لو حركت المكينة الطريقة خاطئة فهذا ما نبدأ اللي همنا نوع اسمه دي اي بوليشرز دوال اكشن بوليشرز هذه مكاين الصحن اللي فيها بيدور في محورين بيدور مرة حوالين نفسه وفي نفس الوقت بيدور حوالين الدوران الدائري اللي بيدوره حوالين نفسه يعني مسارين دوران ومن هنا سموها دوال اكشن أو ثنائي العمل الخيارات في الدي اي بوليشرز كثير ومسعار مختلفة الستة سنين اللي فاتت كنت استخدم قطعة من شركة ميكوايرز اسمها دوال اكشن بوليشنج سيستم اسم طويل لكن الفكرة بسيطة هذه قطعة صغيرة سعى حوالي خمسين دولار بكل بساطة بتوصلها بأي دريل قديم عندك وتلمع فيها السيارة أنا كنت اوصلها بدريل عندنا عمره فوق الخمسة عشر سنة وبتأدي الغرض على اكمل وجه انصح اي احد حاب يجرب التلميع بنفسه لأول مرة انه يبدأ فيها ولا تفكر تشتري اي شيء مكلف كأول مكينة لك على كل حال قبل فترة ربي اكرمني بترقية في دراستي وشغلي فقررت اجيب لي نفسي هدية في ناس تشتري جوال وفي ناس تشتري لابتوب انا قررت اشتري مكينة تلميع المكينة اللي طلبتها من شركة ايطالية اسمها روبس وروبس حقيقة تعتبر الجولد ستاندرد في عالم تلميع السيارات يعني افضل الافضل المكينة طلبتها من امازون ولو في احد جو مضروب زي وحب يطلب مكينة غالية عشان ينمع فيها سيارة واحدة بس ويحطها في الدرجة للسنة الجاية لازم تطلبها من امازون الفرع البريطاني لانه في امريكا كهربتهم مية وعشرة وغير كده الكوبسة الامريكي ثنائي الكهرباء عندنا في السعودية واعتقد معظم العالم العربي 220 فولت زي بريطانيا هذا الكرتون اللي جات فيه المكينة تبعتي وقبل ما نبدأ نفك الكرتون انا حب اقول ان كل الشغل اللي حنسوي بهذه المكينة هو نفس الشغل اللي ممكن تسويه بوصلة الدريل يمكن الدريل بس حيكون صوته شوي عالي ومتعب في المسكة لكن غير كده طريقة الدوران والشغل في الاثنين نفسها تماما على السريع خلينا نشوف مكينة الجميلة مبدئيا واضح ان الكرتون اتفكد مرة من الجمارك ومن اراميكس لكن في الاخر كل شي وصل سليم وهذا المهم هذه الفاتورة تبعتها وسعرها بدون شحن حوالي 1500 ريال واراميكس اخذوا على فكرة حوالي 600 ريال بيتين كانت قيمة الشحن 115 رسوم جمركية و284 رسوم القيمة المضافة واجمالا المكينة وصلت لعندي بـ 2100 ريال يعني حوالي 560 دولار على فكرة طلبية هذه تعتبر عرض بيأتي فيه مع المكينة اسفنجات تلميع وملمعين حنشوفهم بعد شوية وبيأتي معها كمان مناشف مايكروفايبر وذليل الاستخدام وهذه مكينتنا الجميلة بداية اسم المكينة هذه المكينة الباكينج بلايت تبعها اللي هو هذا الجزء اللي بتركب عليه السفنجة ويدور حجمه 3 إنش وهذا الحجم بالمناسبة يعتبر المتوسط في موديلات روبس عندهم حجم كبير وصغير والوسط اللي عندي طبعا الناس البروفيشنالز والمحترفين بيكون عندهم التلاتة مكاين كلها وانا طبعا اكتفيت بالحجم المتوسط بداية اسفل المكينة فيه عيار سرعة الدوران تبعها من 1 الى 6 1 الابطأ و 6 الاسرع هذه هنا قاعدة المطاطية عشان لو حطيت المكينة على كبوت ولا على السكف ما تجرحوا والمريح كمان في هذه المكينة انه السلك تباحة طوله حوالي 7 ونص متر يعني هيكون كافي جدا تلف حولين السيارة كلها بدون ما تحتاج توصيله هنا ازرارة تشغيل المكينة ولاحظ زي ما قلنا انه القرص فيها ثنائل حركة بيدون مرة حولين نفسه ومر الدوران خارجي هنا كاتبين كهربة تشغيل المكينة 230 ومكانة تصنيع ايطاليا طيب الان خلصنا المكينة غير المكينة هنحتاج لملمع وباختصار دائما في الملمعات ايش ما كانت الشركة عندك نوعين واحد ضعيف ينفع للحكات الخفيفة وواحد قوي مناسب للحكات والخدوشة العميقة والمسميات تختلف على حسب الشركة المصنعة مثلا الشركة المفضلة عندي في الملمعات شركة ميكوايرز يسمى الملمع الضعيف Ultimate Polish ويسمى الملمع القوي Ultimate Compound وروبس كم مثال اخر اللي اشتريت من عندهم المكينة جاء مع المكينة اللي طلبتها ملمعين برضو واحد قوي واحد ضعيف الملمع الضعيف مسمينه Fine والملمع القوي مسمينه Course ومع انه مكينة روبس جبارة ابدا ما حبيت ملمعاتهم بصراحة والافضل في رأيه هي ملمعات ميكوايرز شفنا المكينة والملمعات باقي سفنجات التلمية عندك هنا ثلاثة انواع نوع ناعم هنستخدمه مع الملمع الضعيف ونوع خشن هنستخدمه مع الملمع القوي ونوع قاطع أقوى من الاثنين الناعم والخشن طبعا روبس هنا حطيناها بنفس اللون الملمعات حطينا الاسفنجة الناعمة باللون الأصفر والاسفنجة الخشنة باللون الأزرق النوع الثالث القاطع اسمه Cutting Disk هذا ما جامع المكينة فطلبت الحاله هذه من شركة مكوايرز والتي طلبتها حجمها 3 انش لأن صحنة دوران في المكينة هنا 3 انش برضو فلازم دائما تطلب اسفنجة تلميع تكون بنفس حجم صحنة دوران في جهاز التلميع تبعك هذه الاثنين سعره حوالي 10 دولار الآن خلاص ما بي قغير نجيب مناشف مايكروفايبر عشان نبدأ تلمية تقدر تجيب مناشف مايكروفايبر من أي مكان أنا طلبت هذا الكيس من أمازون من شركة اسمها Zwipes 48 حبة بحوالي 20 دولار والتصنيع هذه المناشف بالذات من 8% بوليستر و 20% نايلون ماذا يعني هذا الكلام؟ والله ما أعرف لو في أحد يعرف يقول لي معلومة صغيرة جدا جدا قبل ما نبدأ تلمية البوية على السيارة 3 طبقات لو تخيلنا أنه هذا المعدن تبع السيارة سواء باب ولا شنطة ولا غيره الطبقة الأولى فوق معدن السيارة يسموها البرايمر أو المبطن هذه تعتبر الطبقة الأساسية اللي بتمنع الصدى وتخلي المكان ناعم لاستقبال البوية الطبقة الثانية فوق البرايمر هي طبقة البوية الأساسية اللي هي اللون تبع السيارة والطبقة الثالثة فوقهم اسمها Clear Coat أو الطبقة الشفافة اللي مهمتها أنها بتحمي الطبقتين اللي تحتها الطبقة الشفافة هي اللي شننا منها الرواسب الكيميائية وهي اللي طلعنا منها الأوساخ بالكليبار وهي كذلك اللي فيها الحكات واللي حنسوين فيها التلميع ولما نقول إننا بنلمع سيارة إحنا حرفيا بنشيل مايكرو مليمترات صغيرة بمكينة التلميع من الكلير كوت فالقول والهدف عندنا دايما إنه إحنا نلمع بالسفنجات الناعمة قدر المستطاع كمثال أول أنا هنا قررت إني أبدأ شغل على الكبوت فبداية بالكشاف أو إي لمبة حددت أماكن الخدوش وزي ما نشوف هنا هذا واضح إنه بسا كانت طايفي التراكشن أو شيء وسوّت اللي سوّت والله يساهم هذه نفس الخدوش في النهار وطبعا لاحظوا إنه أفضل وقت تستخدم فيه الكشاف في الظلامة المعتم عشان تباني الخدوش واضحة تماما فالآن شرطنت المكان وغطيت كل شيء حوالين الكبوت وأنا هنا حطيت شرطون في نص الكبوت عشان نشوف الفرق قبل وبعد التلميع الآن نجيب اسفنجات التلميع الناعمة والخشنة والقاطعة ونجيب الملمعين الناعم والخشن وما راح تقدر تعرف إيش المناسب لسيارتك والحكات اللي عندك إلا بأنك تجرب فحنبدأ بالاسفنجة الناعمة مع الملمع الضعيف ما نفع واللي حسيت إنه الحكات ما بتطلع بسهولة جرب اللي بعدها السفنجة الخشنة مع الملمع القوي ما نفع جرب الحل الأقوى السفنجة القاطعة مع الملمع القوي أنا هنا راح أبدأ بالحل الأضعف زي ما اتفقنا حجيب السفنجة الناعمة أحطها على المكينة نجيب الملمع الناعم نحط ثلاثة نقط ونوزعها على السفنجة نحاول نوزع شوية على الكبوت ونشغل المكينو حنمشي بخطوط طولية وعرضية ولما تخلص طف المكينو وهي ما زالت ملامسة للسيارة قبل ما ترفعها نمسح الآن المكان بالمنشفة وبعد كم تجربة لحظت أن السفنجة الناعمة ومع الملمع الضعيف ما نفعه صراحة بالنسبة للحكات اللي على الكبوت فجربت اللي بعدها السفنجة الخشنة مع الملمع القوي وما زالت الخدوش برضو موجودة فقررت أرجع للحل الأقوى استخدمت المايكروفايبر كتينج باد أو السفنجة القاطعة على فكرة يا جماعة الترجمات العربية ترى والله يجدهاد مني فصمحوني لو كان فيها أي أخطاء على كل حال الآن نعير الجهاز على السرعة المتوسطة نجيب الملمع القوي نحط ثلاثة نقاط نوزعها للسفنجة بعدها نوزعها لمكان الشغل في الكبوت ونشغل المكينو وهي ملامسة الكبوت نصف طريقة نبدأ نتحرك بخطوط عمودية ووفقية وهنا يهمك أنه ما تضغط على المكينو بقوة يعني يا دوب تكون مريح يدك عليها شيء بسيط وتأخذ ثلاثة والأربع لفات عمودية ونفس الشيء وفقية بعدها نقفل المكينو وهي ملامسة للسطح ونمسح المكان من شفة المايكروفايبر والنتيجة كانت روعة من أول مرة استخدمت الاسفنجة القاطعة والفرق زي ما نشوف وهي نشلت الشترطون عشان نشوف الفرق نشوف مثال آخر في الصدامة الخلفي بعد ما حطيت الشترطون نجيب الكشاف والحكات والهولوغرام واضحة جدا فنجيب المكينو بالاسفنجة القاطعة برضو والملمع القوي بنفس الطريقة ناخد في البداية لفة سريعة عشان نوزع الملمع المكان بعدها نتحرك حركة بطيئة بدون ضغط نمسح المكان والنتيجة ممتازة من أول كم لفة هنا مثال أخير هنا جهزتك في السيارة للتلميع وحطيت الشترطون على كل الأطراف وغطيت السنروف والزعنفة تبعت الراديو وبداية ما في خدوش كثير واضحة لكن لما نطف النور ونجيب الكشاف لاحظ الحكتين الكبيرة هنا ولاحظ كمية الهولوغرام هذه اللي موجودة أحب بالمناسبة أشكر جوجل على تفسير الماء بالماء لما سألته إشاني هولوغرام لكن المقصود بالهولوغرام هي الإنعكاسات على سطح السيارة بسبب خدوش التمسيح الرفيع جدا زي ما اتفقنا يفضل أنه دائما تشتغل بمناطق صغيرة يعني تنقي منطقة صغيرة وتشتغل فيها وقررت أستخدم الاسفنجة الخشنة بداية وزعت الملمع على المكان وشغلت المكينة وهي ملامسة للسكف وبنفس الطريقة بديت أمشي بخطوط طولية وعرضية بدون أي ضغط على المكينة بعدها قفلت المكينة وعندي هنا سؤال عرضي لو أنت أخذت لفتين ثلاثة بالمكينة على المكان نفرض أنه أنت حاس أن الملمع لسه ما خلص أنه أنت حطيت كمية كبيرة ولازم تشيله ولا ما تشيله كيف تعرف الجواب أنه أنت الآن بعد ما تشيل المكينة ستمسح بأصباعك مسحة واحدة إذا حسيت أنه تحت أصباعك ما بقي أي ملمع فهذا معناه أنه خلاص الملمع خلاص انتهى والمفرد تمسح وتحط كمية جديدة أما إذا مسحت بأصباعك ولقيت أنه تحت أصباعك لسه مغبش المكان لسه موجود فيه ملمع فهنا ممكن تكمل تلميع بنفس المكينة تمشي كمان لفتين وتراثم الآن نمسح بالمنشفة ونشوف بالكشاف والفرق واضح طبعا طيب لاحظ هنا بالكشاف كيف الخدوش واضحة جدا في اللمبات الخلفية ولأنه اللمبات قطعتين فحطيت شترطون واشتغلت عليهم كجزئين منفصلين ونفس الشيء بعد لفتين بالمكينة الفرق كبير جدا ونفس الشيء في اللمبات الأمامية الفرق واضح حتى في الملمس ومثال أخير هنا في قطع الكروم تبع مخارج الشكمان بداية أن نظفت المخارج ببخاخ الكحول وبعد كم لفة بالمكينة رجعت كأنها جديدة الخطوة التاسعة بعد ما خلصنا تلميع هنجيب بخاخ كحول أيزو بروبل 70% على فكرة المقصود بال70% أن العلبة الوحدة فيها 70% كحول و30% موية وطبعاً فائدة الكحول الآن أنها تطهر المكان تماماً من كل الملمعات التي استخدمناها حتى لما نجي نحط نانو سيراميك سيمسك في المكان تماماً هذه البخاخات من بعد كورونا صارت موجودة في كل مكان والأفضل تأخذ العلبة التي طريقة الاسبري فيها بهذا الشكل ستكون أريح من اللي أنا أخذها وبكل بساطة ستبخها على المكان وتمسح وبالمناسبة هذا أنسب وقت لو في بقايا ملمع دخلت في أي فتحات صغيرة حاول أنك تشيلها وتنظفها كويس الآن ممكن تجيب أي منشفة مايكروفايبر وتلفها على بطاقة أو أي شيء نحيف وتحاول تنظف الأماكن الضيقة الخطوة العاشرة والأخيرة الحماية عندك على ثلاثة نواع الأقل درجة هو الواكس أو الكارنوبا واكس هذا منتج شبه طبيعي بيطلعه من أشجار في البرازيل اسمها كارنوبا بالم تريز والمفروض أن حمايته تستمر من شهرين إلى ثلاثة شهور لكن في أجواء أنا من تجربتي ولا حتى بيكمل أسبوعين فهذا ما ينفع عندنا اللي أفضل منه شوية السيلاند وهذا برضو يعتبر واكس ولكنه كيميائي ما فيه أي منتجات طبيعية وحمايته تجلس حوالي 6 شهر على السيارة لكن مشكلته أن حمايته ضعيفة وفي القمة طبعا النانو سراميك لأن حمايته تستمر سنين النانو سراميك مادة كيميائية تحطها على السيارة وتتحول لطبقة زجاجية يعني حرفيا كأنك حطيت شريحة قزاز نحيفة على بوية السيارة الخيارات في النانو سراميك كذلك كثيرة جدا 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 لكن الأفضل تقييما من ناحية الجودة والسعر هو منتج من شركة كار برو اسمه C-Quartz UK 3.0 العلبة سعرها 90 دولار وفيها كل اللي حنحتاجه بداية هذه علبة النانو العلبة الوحدة فيها 50 ملي من المنتج وحتكفي وحتزيد حتى السيارات كبيرة زي الجنوس والجوب وغيرها مكان التصنيع في كوريا الجنوبية طبعا بعد كده عندنا هذا المكعب الاسفنجي وخمسة مناشف صغيرة يسموها سويت كلاث تشبه اللي تيجي مع النظارات فاللي نسويه لما نجي نحط النانو على السيارة انه حنلف المنشفة الصغيرة على المكعب نحط شوية من النانو عليها بهذا الشكل ونبدأ نحطها للسيارة بعد كده عندنا منشفة سويت كبيرة بتيجي برضو في العلبة وعندنا استكريم باسم الشركة ممكن تحطها على أجزاز السيارة من جوه وعلبة سبري اسمها ريلود حنرشها على السيارة بعد النانو سراميك ريلود على فكرة بطعتي طبقة حماية فوق النانو وحنشوف طريقة استخدام كل شيء الآن بس بداية الخيانة ناخد نظرة سريعة لورقة التعليمات فوق هنا كاتبين تحذيرات أول شيء يقول لك لا تحط النانو على السيارة وهي حارة أو واقفة بشرة تحت الشمس وهنا كاتبين أنه بعد ما نستخدم المنشفة الأربع إنش ما نرجع نعيد استخدامها وهذا معقول طبعا لأنه بعد الاستخدام المنشف نفسها رح يكون عليها طبقة نانو سجاجية هذه الآن صارت محجرة وخطر نستخدمها على السيارة طبعا ونفس الكلام بالنسبة لمناشفة التنشيف قاعدة عامة بعد ما نستخدم أي منشفة مع النانو سراميك نرميها وهنا كاتبين أنه لازم نلبس جوانتيات وحماية تنفسية وهنا كاتبين الستة توجيهات للاستخدام هنقرأ كل توجيه وننفذه في نفس الوقت بداية أن يقول لك خض العلبة كويس بعد كده لف منشفة السويد حوالين المكعب ومشي على المنشفة خطين من النانو بعد كده يقول لك أختار منطقة صغيرة خمسين في خمسين مثلا وزع النانو على المكان في خطوط طولية وعرضية فأنا هنا اخترت أبدأ في هذه المنطقة نوزع عليها النانو خطوط طولية وعرضية الخطوة الرابعة جدا مهمة يقول لك يعني أمسح أول ما يبدأ النانو يومض الكاميرا حقيقة ما قدرت أسجل بها الصورة كويس من هذه الزاوية لكن لاحظ هنا على صدام السيارة بعد حوالي دقيقتين مما حطيت النانو فعلا حسيت فيه لمعة ملحوظة على الصدام فالآن لما بدأ المنتج يلمع هنمسحه من على السيارة وهنا في الخطوة الخامسة كاد بي ملاحظة أنه كل منشفة من الأربع إنش اللي استخدمناها نستخدمها القطعتين من البودي فقط بعد كده نرميها يعني هذه مثلا استخدمتها للكبوت والرفرف الأمامي بعدها نرميها وهكذا هنا مكتوب أنه بعد أول طبقة حطناها ممكن مباشرة تحط طبقة أخرى أو طبقتين أخرى فوقها وبحد أقصى ثلاث طبقات فشخصيا أنا حطيت على سيارتي كلها ثلاث طبقات بمجرد ما تحط الطبقة الأولى تحط الثانية وراها والثالثة يعني ما في فترات بين الطبقات الخطوة السادسة والأخيرة يقول لك بعد ستين دقيقة من آخر طبقة أستخدم ريلود وزعه بالمنشفة ومسحه مباشرة فهنا نجيب بخاخ ريلود بعد ساعة بالضبط من الطبقة الثالثة نحط شوية على المنشفة ونمسح المكان بعدها مباشرة نقل بالمنشفة على الجهة الناشفة ونمسح المكان تماما وعلى فكرة بعد ريلود المناشف هذه تعتبر كويسة ما في داعي ترميه ممكن تغسله وتستخدمه في أي شيء تاني طيب لنفرض أنه فاتتك 60 دقيقة قل لك إذا عد أكثر من ساعة من آخر طبقة اللي تسويه أنه تصبر لليوم الثاني أو تنتظر على الأقل 12 ساعة قبل ما تحط ريلود وكمل أحد أخيرة مهم جدا بعد ما نحط النانو سراميك على السيارة أن السيارة تكون جافة تماما لمدة 10 أيام بدون أي غسيل أو أي سوائل تلامس البودي طيب في سؤالين سريعة كانت أنا تيجي في بالي لما كنت أستخدم النانو سراميك أحب نجاوبها هنا مع بعض قبل ما أوريكم شكل السيارة بعد ما أخلص منها السؤال الأول إذا جبت لك سيارة ما تعرف عنها شيء كيف تعرف لو عليها نانو سراميك أو أي نوع من الحماية لا اقل herd في كفرنات النانو سراميك نانو سراميك كان مرة أحد يعني لا تجمع الموايا عليها لimmung رشة الموايا إلى الكبوت هنا قبل ما اضرب النانو سراميك كيف ت HDiza المياه؟ كيف يتوزعة og sur todos لاحظ كيف في ساهم الموا Lion كيف تناثرت في الكبوت السيارة كبيرة وثرة الموايا الباقي من أجل quethrough قطرات متناثرة لاحظ أيضا أنها تنشيف الكبوت قبل النانو لشي فرد الرشفتي هنا ما عليه اي نانو سراميك فلاحظ كيف الماء بتمسك فيه عكس الباب الامامي اللي عليه نانو سراميك والماء بتطاير منه طيب اخر سؤال كيف نسوي صيانة للنانو سراميك فيه اربع اشياء لازم نسويها اولاً لازم نغسل السيارة دائماً بطريقة البرمينين او التوباكت مثل رابط الفيديو تباها هتلاقي تحت في الوصف الشيء الثاني لابد تغسل السيارة باستمرار مرة كل اسبوعين لانه تأخر في الغسيل يزيد الغبار والاترب على السيارة فممكن وقتها تجرح النانو سراميك وتشيله من عن السيارة ونت تغسل النصيحة الثالثة انه كل ثلاثة الى ستة شهور يفضل انك تشتري علبة ريلود وتسوي ريفرش لطبقة النانو عشان تضمن انها تستمر معاك فترة طويلة والشيء الاخير حاول دائماً تخليف شنطة السيارة عندك منشفة مايكروفايبر نظيفة واي بخاخ تنظيف للسيارة عشان في حال عدة طيره بطنه ماشية ولا شيء في التعليقات اسعد باي سؤال واي تعليق الاقيه يسعدني تشتريك في القناة وتسوي لي لايك على المقطع ونتقي قريباً باذن الله عبدالغني زمزم يحييكم في امان الله اشتركوا في القناة